مدينة كراماتورتك الواقعة شرق أوكرانيا والتي تبعد 15 كيلو متراً عن سلوفيانسك ما تزال تعيش معارك بين الانفصاليين المواليين لروسيا والقوات الأوكرانية ويعاني سكانها من نقص في المواد الغذائية كما أن رواتبهم الشهرية لم تعتص لهم وتتساءل هذه المرأة التي دمر منزلها كيف يمكن أن تستمر بالعيش رواتبنا لم تدفع منذ ثلاثة أشهر ولا حتى المساعدات العائلية لا أعلم كيف سنتدبر أمورنا المياه مقطوعة ولا لحوم لدينا ولا خبز هذه الأزمة المعيشية طالت أيضاً محطات الوقود والغاز فمن بين خمس محطات إثنتان فقط تعملان ويقف عند كل منها سكان كراماتورتك وسلوفيانسك أكثر من ساعة للتزود بما يحتاجونه ترجمة نانسي قنقر